النباتات النباتات اللابذرية ما النباتات؟ كلنا نعرف ما هي النباتات والنباتات مختلفة تتفاوت في أحجامها فبعض النباتات قد تكون مجهرية وبعض النباتات قد يكون كبيرا جدا مثل الأشجار العملاق وجميع النباتات لها جذور وقد يكون لها أشباه جذور فائدة هذه الجذور أنها تعمل على تثبيت النبات في الأرض والصخور أو حتى في بعض الأشجار الأخرى وجميع النباتات احتاجوا إلى الماء لكي يعيش تصنف النباتات تصنف النباتات إلى مزموعتين رئيسيتين وهما النباتات الوعائية والنباتات اللاوعائية النباتات الوعائية هي التي لها تراكيب مثل الأنابيب تنقل الماء داخل النبات أما الأنابيب اللاوعائية فلا تحتوي على مثل هذه التراكيب الأنبوبية ولكن تنقل الماء بطرق أخرى سنعرفها لاحقا وسندرس الآن النباتات اللاوعائية اللا بذرية النباتات اللاوعائية اللا بذرية من اسمها تعرف أنه ليس لها بذور ولكنها تتكاثر بواسطة الأبواغ والنباتات اللاوعائية اللا بذرية وتتميز أيضا أنه ليس لها جذور ولكن أشباه جذور وتحصل على الماء عن طريق الغشاء الخلوي لأنها لا وعائية فبالتالي ليس لها تراكيب أنابيبية فتحصل على الماء مباشرة عن طريق الغشاء الخلوي ومن أمثلة هذه النباتات الحزازيات تتميز بأن لها أشباه أوراق وأشباه الجذور فيها كون من الكثير من الخلايا أما أماكن النمو فيكون على جذوع الأشجار أو الصخور أو الأرض ومن أمثلة النباتات اللا وعائية لا بذرية حشيشة الكبد وتمتاز هذه النبتة أن جسمها مسطح وأن أشباه الجذور فيها تتكون من خلية واحدة بعكس الحزازيات التي تتكون فيها أشباه الجذور من الكثير من الخلايا ومن أمثلة هذه النباتات أيضا العشبة ذات القرون وجسمها أيضا مسطح مثل حشيشة الكبد وتحتوي على بلاستيدا خضراء واحدة فقط في كل خلية من خلاياها ولهذه النباتات أهمية كبيرة في البيئة فهي تحتاج فقط إلى تربة قليلة السمك لتنمو ولذلك فهي من أوائل النباتات التي تنمو في بيئات جديدة ولذلك فهي تسمى من الأنواع الرائدة ولقد أعطاها الله قدرة على تحطيم الصخور وبالتالي تكوين تربة جديدة النباتات الوعائية اللابذرية تتشابه النباتات الوعائية اللابذرية مع النباتات اللاوعائية اللابذرية من اسمها هذه نباتات وعائية أي أنها تحتوي على أنسجة وعائية لنقل الماء والأملاح المادنية داخل النبات ووجود الأنسجة الوعائية يمكن النباتات من النمو إلى طول أكبر وسمك أكثر لوجود هذه الأنسجة الوعائية التي تنقل الماء أنواع النباتات الوعائية اللابذرية أول نوع وأشهر نوع هو السرخصيات وتتكون السرخصيات من سيقان وأوراق وجذور ولأنها لا بذرية فهي تتكاثر بالأبواغ وطولها لا يزيد على ثلاثة إلى خمسة أمتار ومن أنواع النباتات الوعائية اللابذرية حزازيات قدم الذئ أخذنا أن الحزازيات نباتات لاوعائية لا بذرية لكن هذه حزازيات قدم الذئ تعتبر وعائية لا بذرية وتتميز أن لها أوراق إبرية الشكل وتوجد الأبواغ في تراكيب تشبه الصنوبر يوجد في أعلى الساق ومن أنواع هذه النباتات الذيل الحصان تتميز بأن الساق مجوف ويحيط به نسيج وعائي حلقي كما أن الساق يحتوي على مادة السيليكة والتي توجد في الرمل لهذا كان النبات يستخدم قديما في التلميع والتنظيف أهمية النباتات اللابذرية عندما تموت هذه النباتات تغمر بالماء والطين وهذا ما يقلل سرعة تحللها ومع مرور الزمن تتعرض بقايا هذه النباتات إلى ضغط شديد والتحول إلى مادة تسمى الخث وهذا الخث يستعمل كوقود في المناطق الفقيرة كما أن لهذه النباتات بعض الاستخدامات الأخرى فالسرخصيات تستعمل للزينة ويستعمل الخث في تحسين التربة وبعض هذه النباتات كان يستخدم كعيلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر